مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة كتير بتسمعوا إنه الشوفان طلع فيديوهات على السوشيال ميديا الشوفان أكل الأحسنة الشوفان بعمل فقر دم والناس صارت تخاف تأكل شوفان وأنا وضحت لكم بفيديو على قناة اليوتيوب عن الشوفان وهل هو مضر أو لا تقدروا تحضروه وتشوفوا المعلومات اللي شوي عم تنتقل بطريقة غلط الشوفان أكيد مفيد بالصحة حتى لو بتاكلوا الأحسنة إحنا منقدرنا ناكله زي أي حبوب تانية الشوفان فيه مادة فايتك أسد بتقلل من امتصاص الحديد نعم ولكن الفايتك أسد موجود بكتير بقوليات لأنه أصلا امتصاصنا للحديد من المصادر النباتية مش زي المصادر الحيوانية ولكن الشخص اللي بيعتمد نظام غزائي صحي بياخد غزاء متنوع بياخد مصادر الحديد من المصادر الحيوانية لحمة جاز كبدة ما في عنا مشكلة بالحديد عشان هيك بهاي الحلقة رح أحضر لكم وجبتين بالشوفان مفيدين جدا تقدروا تاخدوهم إذا عاملين دايت وإذا حابين تزيدوا وزنكم تقدروا تزيدوا كمية الشوفان إذا عاملين دايت تقدروا تتحكموا بالكمية وتخففوا بكمية الشوفان عشان تكون مناسبة لحمية القليلة بالدسم وقليلة بالنشويات أو قليلة بالدهون الوصفتين كتير صحيين شوفان ساخن وشوفان بارد يلا نعملهم مع بعض ونبدأ بحلقة اليوم طيب بأول واحدة رح نعمل إحنا الشوفان الساخن رح نستخدم كوب حليب مع كوب يعني نص كوب أكتر شوي لاحظوا الشوفان كامل لأنه هيك الحبوب الكاملة أفضل رح نستخدم شوي التمر حبتين أنا هيك مقطعتهم شوي شرحات إرفة لأنه ما رح نستخدم سكر وموزة نص موزة رح نحطها طيب ولا إشي رح أحط كاسة الحليب خطوات كتير سهلة وبتقدروا تعملوها وموجودين الأقراض بأي بيت ورح نحط الشوفان على الحليب نتركهم يغلوا شوي ورح نحط القرفة تمام ورح نحط الشو اسمه التمر التمر مفيد جدا فيه بوتاسيوم فيه فوائد غزائية مفيد للطاقة هاي الوجبة كتير مفيدة حتى بعد التمرين أو قبل التمرين إذا تمريننا ماراثون وركاد وبدنا مجهود بدني كتير طيب رح أحريكم شوي تمام حريكم شوي هلا عندكم خيارين يا بتحطوا الموز بهاي الخطوة بصير هيك شوي قطرة يا بس تطبخوا شوي فأنا قطعت قبل شوي نص موزة رح أحطها هلا خليهم كلهم يسطوا مع بعض نص موزة رح أخل ورح نزين بربع موزة بعدين شايفين يعني كمية نص موزة وحبتين التمر صغار صغار يعني تقريبا حصت فاكها هلا رح أخليهم ينطبخوا على النار وهاي الوصفة كتير طيبة الصبح يعني فضيعة الصبح مشبعة جدا تعطيكم طاقة إذا حبيين انتو رياضيين وحبيين تحطوا بروتين باودر ممكن تحطوا مثلا نص كوب من البروتين باودر بعد ما ينطبخوا شوي تحطوهم وتخلطوهم مع بعض بصير بس يعني هاي الوجبة مفيدة جدا فيه ناس بحبوا يأكل شوفان جنبها مثلا شرائح اخيار وبندورة وبيض مع بيض او مثلا مع جبنة بصير كمصدر بروتين تاني رح نتركها على النار الوصفة التانية وصفة الشوفان بالمنغا رائعة جدا منغا عنا لزينة أنا مفرزة منغا حاطوا لها من الفريزر هاي المانغا مفرزتها رح نستخدم منغا مفرزة نخلطها مع لبن ومجموعة كبيرة من الدهون المفيدة بوزور التشيا اوميغا 3 رائعة جدا فيها الياف مشبعة جدا هاي الوجبة عنا كمان جوز هند وعنا كمان صنوبر شوي لازيز وعنا الشوفان ورح نزين بالمنغا والفراولة الخطوات كتير سهلة خلينا نجيب الفود بروسسور الخلاط اللي عنا تمام؟ اوكي اه صح هيصلكو هون الخلاط طبع هاي الفود بروسسور رح احط المنغا قلت لكم هاي منغا مفرزة دايما الفواكه اللي مفرزة بتعطي نكحة كتير طيبة كتير طيبة للوصفات تقدروا تعملوا منها ايس كرين بوزة طيبة وتقدروا تعملوا منها سموذيز رح نحط لبن لبن رايب واللي بتابعنا من المصر دايما في عنا احنا العكس الحليب احنا بنسميه اللبن بالمصر هو الحليب عنا يعني رح نحط تشوفان وبوزول اللي تشيها المفيدة الخلطة الرائعة تمام هنحطهم هون بالمجلة هلا خلينا نخلطهم مع بعض بالفود بروسسور اتأكد انه موسيقى هيك خلطناها طبعا الحلو انه هاي الوصفات تقدروا تحضروها قبل بيوم يعني اذا حضرتوها قبل بيوم تقدروا تحطوها بالتلاجة وانا كتير مرات بالشغل بحب اجيب زي هدول التفرورات تقدروا تعملو بالتلاجة وتحطو بالتلاجة لتاني يوم وتاخدو معكم عالشغل كسناك رائعة ومفيدة فبتقدروا بهاي الطريقة كمان تستخدموها خلينا هلا خطوات بسيطة جدا رح احط انا خليط المنجا بالشوفان وبزولة شيا تمام هحنحط عليش هاي هاي بدت تغلي خلينا نحركها قوام بديت جانس تقدروا حتى تهرسوا الموز هيك نتفيه او تخلوه قطع زي ما بدكم رح نخليه شوي ليتشرف اكتر الشوفان طيب هلا هون شو رح اعمل هاحط عنا حطيه انا الشوفان رح اخليه شوي بعدين رح نزينب الفواكه بس رح اخليه شوي لانه الشوفان رح يعني مع المانجو هيك رح يتشرب ويصير يعني ثيك اكتر طيب خليها شوي هلا عنا هون الشوفان ممتاز هاي بده يتجانس ويتفتح طعمه كتير طيب ومفيد اوكي نشيل هدول من هون رائع تمام هاي ها شوفوا كيف متجانس حتى اذا تركتو شوي بجمد اكتر بس انا كتير بحبوا سخن زاكي كتير يعني هون اذا بدنا ناكل الشوفان ساخن ساخن هاحطه ممكن لشخصين اذا بدك تعملوها سناك كمان اوكي اوكي تمام ايو هلا راح نحط عليه ربع موزة نزينها شويه اوكي اوكي هاي الطريقة شايفين كيف وشوي من الفراولة دايما يعني زينو صحونكم وانتو بتاكلوا حتى لو لحالكم بالبيت لانو العين اللي بتاكل يعني خاصة بالاكل الصحي في ناس بقولي الاكل الصحي مو زاكي اكيد زاكي اذا بتهتموا بالتفاصيل الصغيرة والنكهة احرش رشة قرفة بتنزل السكر ومفيدة شوفوا مع طيابك وجبة صحية ما لزو طيب اعنا الطبق التاني طبعا انا بس لانو شوفوا بدي يجمد شوي اذا بتتركوه كمان بيجمد اكتر حتى اذا بتحضروه قبل بساعتين ثلاثة او قبل بيوم يعني وتاني يوم بتبدو تحطوا الفواكه احسن واحسن لانو بتكون جامدة بصير في عندكم طبق فوق بس احنا عشان الوقت اوكي يعني عشان الهاي خلينا نحط الفواكه الفراولة نحط الفراولة زاكية مفيدة جدا اوكي هحط المنجة اوكي المنجة لانو احنا نحط جوز الهند اوكي 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 اوكي